الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة في هذه الليلة ليلة الأحد ليلة السادس عشر من ربيع الثاني لعام أربعين وأربعمائة وألف الموافق ليلة الثالث والعشرين من الشهر الثاني عشر لعام ثمانية عشر وألفين وسجل هذه الكلمة والله أسأل أن يسددني بها وأن ينفع وأن ينفعني وينفع من يسمعها مناسبة هذه الكلمة هجمة شرسة يقوم بها بعض الروافض سب وشتم واتهام إلى غير ذلك فتعليقي على هذا أولا أرجو من جميع الأخوة سواء من طلابي أو من أحبابي أو من محبي عن بعد ألا يجاروا الرافضة ولا غيرهم في السب والشتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا ما كان يفعل ذلك بل قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البل فلا تجارهم حتى لو شتموا حتى لو سبوا لا تردوا عليهم لأنهم أصلا يقصدون ذلك وما يفرحهم إلا أن تردوا عليهم بأسلوبهم وأن تنزلوا منزلتهم فالمسلم يترفع عن ذلك إذا كان هناك من المسلمين من يستم ويسب أيضا لا تعامله بأسلوبه يعني سواء كان الذي يسبك كان كافرا أو كان مسلما منحرفا فنحن صحتنا أن لا تسب لا هذا ولا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا شتاما بل وارشدنا إلى أن نتخلق بالخلق الحسن فلا نجاري هؤلاء بالسب والشت قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقد مر به نفر من اليهود فقالوا السام عليك يعني الموت عليك فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال وعليكم لم يجارهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه سمعهم وعنده أمه وعنده أصحاب كان بإمكانه يبطش بهم لكن هو أسوة للعالمين صلوات ربه السلام عليه ما أجابهم بغير إيش وعليكم فهؤلاء الروافض وهؤلاء التكفيريون ولا الدواعش ولا الخوارج ولا بعض العلمانيين أو الليبراليين أو بعض الفساق والفجار يلقي تهم جزافا ويشتم ويتهم هذا الأولى بل ربما نبلغ درجة الأوجب أن نعرض عنه لماذا؟ لأن هذا ليس من خلق المسلم أن يجاري هؤلاء بما يشتمون ويسبون ويلعنون كما أن هذا يؤثر على أخلاقك إذا جاريته ستكون على خلق كخلقه وإذا القائل يقول إذا جاريت في خلق دنيئ فأنت ومن تجاريه سواء الأمر الثاني أن هذا أحفظ لك الأجر يعني إذا شتمك وشتمت ربما جازيته بالسيئة سيئة لكن إذا صبرت واحتسبت هذا أجرك أعظم لأن الله جل وعلا يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوك أنه ولي الحميد ويقول الله عز وجزاه سيئة سيئة مثلها فمن عافو أصلح فأجر على الله الله أحالك لنفسه يقول فأجر على الله ثالثا أنت لا تضمن أنك لا تتجاوز لأن هذا هو العادة والغالب أن لا يتسبب أثنان إلا حتى المظلوم المعتدى عليه يتجاوز فحسما لهذه المادة حتى لا تتجاوز أتدخل في هذا الشتائم معه فحافظ على حسناتك وأعظم لك الأجر واثبت وتخلق بالأخلاق الحسنة أيضا مسألة أخرى أنك إذا جاريته بالسب والشتم تضيع حجتك ونحن والحمد لله على توحيد الله عز وجل والدعوة للأستقامة والدعوة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أتى رافضي وسب وشتم نحن عندنا مآخذ كثير على دينهم عبادتهم للأولياء اعتقادهم بتحريف القرآن تكفيرهم لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعنهم بعرض الرسول عليه الصلاة والسلام عقاعد باطلة شركية فما أضيع هذه الحجج والمماسك والمآخذ عليهم وأجارهم بالسب والشتم فأقول تعالوا إلى كلمة سواء إن كنتم مسلمين فلماذا لا تعبدون الله عز واحد ولا شريك له إن كنتم تشهدون أن محمد رسول الله فلماذا تكفرون أصحابه وأحبابه ووزراءه وخلفاءه إن كنتم تؤمنون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا فلماذا تطعونون بعرضه إن كنتم تعتقدون بأن القرآن لا ريب فيه فلماذا تدعون أن الصحابة حرفوه هذه مساء قوية تقسم ظهر هؤلاء أما يشتم ونشتم ويشتم 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 هذا يضيع الحق اللي عندنا ونحن لنا عليهم مؤاقذ كثيرة جدا ديننا واضح بحمد الله عز وجل موافق الكتاب السنة ودينهم محرف دين عباد الأولياء دين يعني ناس مغفلين يعبثون بهم ساداتهم فنحن لا نحتاج إلى السب أصلا لأن السب يضيح حجتنا ونحن أصحاب حجة والحمد لله رب العالمين أيضا مساء أخرى أن هؤلاء بعضهم يشتغل في المحامات فيتعمد نرفزة أهل السنة حتى يظفر بالسب والشتم ثم يذهب إلى رفع قضية ويطالب أمور مادية فيتعبك وربما كلفك وربما هو بطريقة قانونية ما تمسك عليه بينما أنت على وجهك تشتمه فيمسك عليك ولا تمسك عليها وذاك من طرقهم ما يصبون أهل السنة لا يسمونه الوهابية ويتكلم على الوهابية ويشتمهم ويشتمهم لو رفعت قضية أو اشتكيت عليه قال أنا ما أقصده أقصد وهابية هذا مش وهابي ما عندنا شيء يسمى وهابي وفي الحقيقة ما في شيء في الدنيا يسمى وهابي فهو يشتم بطريقة لا مأخذ عليه قانونيا بينما ينرفزك حتى تتكلم عليه فيرفع عليك قضية فلذاك أنا نبه أبنائي وطلابي وأحبابي ومن نحب السنة ألا يقع في فخ هؤلاء لا سم منهم من يعمل في المحامات وفي القوانين ويدرك هذه الثغرات فينرفزك حتى تتكلم عليه ثم يرفع عليك قضية يؤذيك ويكلفك فلذلك واجب علينا أن نكون على بصيرة هؤلاء عندهم كيد ومكر ولكن أبشركم ربنا جلوا على كله في كتابه ولا يحق المكر السيء إلا بأهل ثم إذا شتمت أن ماذا تستفيد هذا الرافض قد ابتلي بأعظم بلية وهو أنه على دين محرف على دين باطل يعني حسبنا مما يطيب خاطرنا أن هذا خصمنا الذي يتكلم علينا هو خصم للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هو معتدي على عرض النبي عليه الصلاة والسلام هو يأتي يوم القيامة مخاصما من أبا بكر وعمر الحمد لله الحمد لله ما جعل الله روافض والحمد لله أن خصمنا هذا قد ابتلي بهذا المذهب الباطل هذا يكفي لماذا أشتمه وهو مبتلى بأعظم بلية أنه على دين باطل والحمد لله فيكفيني من عقوبة الله له أنه أعمى بصر وبصيرة أنه على هذا المذهب الباطل الذي مصيره إلى الهلاك تصوروا يأتي يوم القيامة هذا الرافض المتعجرف هذا خصمه النبي عليه الصلاة والسلام خصمه بكر وعمر من الأدعية المشهورة عندهم لعن الصحابة وسبهم الحمد لله الذي عفانا فنحن بحمد الله في عافية والله ربنا جل وعي يقول لأن شكرتم لا أزيدنكم نعم يا أخوان لو شاء الله لجعلنا مثلهم لكن الله عز وجل فكر رقابنا الله عز وجل هدانا الله عز وجل نجانا مما هم فيه من البلاء فلذلك هم كثير منهم الآن يتحول إلى ملحد إلى علماني لأنه غير مقتنع بالمذهب اللي هو عليه كثير خاصة لتثقف وتعلم إيش أنا أضرب نفسي وأنزف الدم خذارة أصلا هذا الدم واستغدر أصلا يعني لو تصور واحد يأتي مثل وزارة يداوم ثوبه فيه دم لو الدم رعاف منه الناس تستغدر إيش يروح يبدل ثوبك ولا غسل ليش جاي كيف هذا يتعبد إلى الله ينزف الدم ويضربوا الأطفال ونزلوا يا الدم أصلا المثقف منهم اللي عنده عقل عنده عقل ما عنده دين عنده عقل ما يرغب هذا الدين وذاك الأكثرية منهم الحمد لله يعني مش الأكثرية أقصد كثير منهم من يتسنن من يرجع عن هذا المذهب الباطل بينما قل ما تجد سني يذهب إلى إلى ملتهم فأنت بحمد الله نجاك الله من هذا المذهب وعاقب الله هذا لأنه أراد الضلالة فمده الله بالضلالة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده ومن يعش عن ذكر رحمن نقيد له شيطان فهله وقرين هم أرادوا هذا الشيء فربنا جل وعلا انتقم لأولياء الصالحين القاذف يجلد وإلا بهم يجلدون أنفسهم هؤلاء بعضهم يعني يأتي بأفعال ما تزيدهم الله إلا بعدا قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع فما فيه هو من بلية هذه عقوبة عظيمة التغلين عنه نحن نجتمع أو الآن مبتلة في مذهب باطل فاصبروا واحتسبوا الأجر وتخلقوا لخاغة الحسنة وارحموهم أيضا بالدعوتهم إلى الحق إذا شتمت ما يسمع منك يمكن هو يمكن هو مضلل طبعا في ناس هو ضال مضل في ناس لا مغيب يظنه على حق فإذا شتمت لن يسمع منك شيئا قل تعالي أخي الله خالقنا نعبد الله لماذا نعبد فلانا مخلوقا إذا نعبد إنسانا نقتل في سبيل الله ما دامه يوم كان حيا ما استطاعا يدفع عن نفسه كيف بعد ما مات أدعوه وهو في قبره ميت يقولك شهيد طيب شهيد مش مش شهيد يعني قتل لذلك لماذا ما دفع عن نفسه مكان حيا كيف سيدافع عني وهو ميت وكيف سأخاطبه وبأي لغة هذا الميت يستجيب البشر يدعى من دون الله يقال له يا فلان يا فلان أنا داخل عليك يا فلان أغثني وههم على مذهبهم هؤلاء في ناس عرب في عجم في أفارقة في الهند في السند في أفريقيا في أمريكا كل هؤلاء يدعونه بلحظة واحدة في جميع الأوقات وعبر القارات ويسألونه جميع الحاجات يعني هذا لازم يعرف اللغات كلها ولازم يكون صاحح على طول يجاوبهم ذلك الله الحي الذي لا يموت وتوكع الحي الذي لا يموت فأنت أيها السني الموحد قد وفقك الله تعبد إلها واحدا تدعو بالليل بالنهار في جميع حاجاتك وآتاكم من كل ما سألتموه وقال ربكم دعوني أستجب لكم بينما هذا مبتلى بلاء عظيم أنه يدعو مخلوقا قتل قبل مئات السنين مئات السنين ميت ويدعى كما يزعمون في جميع اللغات عبر القارات ويسأل جميع الحاجات ويستجيب لهم هذا يعني أي ضلال أكبر من هذا وقد قال جل وعلا في كتابه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاهم غافلون وإذا حشر الناس وكان لهم أعداء وكانوا بعبادة الكافرين هذا الولي الذي يدعو من دون الله يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء ويكفر بعبادتهم التي من دون الله سبحانه وتعالى فأبشروا واصبروا ولا يحزنكم كما قال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى كل هذا في حسنات وفي أجر ويوم القيامة القصاص بالحسنات والسيئات إذا عندهم حسنات الرافض لا عندهم حسنات لأن الشرك محبط العمل لكن من عنده حسنات فيأخذ من حسناته فإذا فنيت حسناته أو ما عنده حسنات كهذا المشرك الذي يعبد أولياء من دون الله يأخذ من سيئاتنا وتطرح عليه فيطرح في النار فالله عز وجل لا يظلم أحدا كما قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحد وقال وما ربك بظلام للعبيد أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة